تستعد هيئة التشريع والرأي القانوني من السلطة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة تحل الفرصة الثانية المانحة لمواصلة العمل التشريعي مؤكدة ديمومة المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين كنهج ثابت وراسخ لذا بدأت هيئة التشريع والرأي القانوني استعداداتها للدورة السادسة من الانتخابات النيابية والبلدية 2022 حيث تم تشكيل فريق يتمتع بخبرة لإدارة الانتخابات البحرينية باعتبارها نموذجا على المستوى الإقليمي تقنيات جديدة وظفتها الهيئة في العملية التنظيمية للانتخابات لتقليص بعض النفقات المتكررة عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والاستفادة من التجهيزات الموجودة سلفا لدى إدارة الانتخاب والاستفتاء وفي هذا الإطار قامت الهيئة بالتنسيق الكامل مع الجهات المساندة من السلطة التنفيذية حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث الترتيبات الأمنية ومع وزارة التربية والتعليم للتأكد من جهوزية المدارس لعملية إعداد مراكز الاقتراع والفرز ومع وزارة البلديات فيما يتعلق بكافة المسائل المتعلقة بالإعلانات الانتخابية جهود كبيرة تسعى إليها هيئة التشيع والرأي القانوني في سبيل إنجاح هذه الانتخابات التي تعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مع الحرص على استمرار توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية التي امتازت بها العملية الانتخابية منذ انطلاقتها